مرحبا بكم مشاهدين في حضرة المقاومة والتحرير يتجدد الوعد والعهد وعد الانتصار وعهد الاستمرار سيرا نحو المجد في يوم المقاومة والتحرير نستحضر ارواح شهدائنا وهم يمثلون اول انتصاراتنا الكبرى انتصارات معنى الحياة على مجرد الوجود انتصارات ان الحياة في مبادئها ومثلها وغايتها انهم يمثلون انتصارا كبيرا لارادتنا وعزيمتنا على اعدائنا من يهود الداخل ويهود الخارج اننا مؤمنون بان من امنوا بالمقاومة وصنعوا التحرير ليسوا بمتراجعين عن عقيدتهم بل هم ماضون لتحقيق النص الذي يليق ببلادنا بلادنا التي تتحدى المشروع الصهيونية الذي سقط في حرب تشرين وسقط في يوم المقاومة والتحرير وسقط في انتصار تموز وسيسقط اليوم هو وادواته الرخيصة العميلة لقد صنع صمود شعبنا وجيشنا اصطورة دخلت التاريخ كما يوم المقاومة والتحرير كيف لا ونحن من حملنا على اكتاف نعبا كبيرا عظيما لا يحمله الا شرفاء وهم يتبرعون بدمائهم لصون كرامة العرب ايها الشعب السوري العظيم ايها الجيش السوري العظيم يا ابناء المقاومة ورجال المقاومة يفخر الزمان بكم بانكم حاربتم بوعيكم لحقيقتكم وايمانكم وانتم من تملكون نفوسا لا يمكن ان تهزم او تفنى قد تسقط اجسادكم اما نفوسكم فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود وقد فرضتها ففي مقاومتكم مقاومتكم برهنتم للعالم اجمع ان خيار المقاومة هو اكسير حياتنا وسر بقائنا ولقد برهنتم بصمودكم وتضحياتكم بان كل ما فينا من الامة وكل ما فينا هو للامة الدماء التي تجري في عروقنا عينها ليست ملكنا هي وديعة الامة فينا متى طلبتها وجدتها وقد طلبتها سوريا فصدقتم ولبيتم وارتقيتم الى سماء العز والكبرياء في سبيل حياة سوريا والتحيا سوريا نبدأ نشتر